تسع سنوات من الصراع غيرت وجه سوريا تبدلت تحالفات ومعسكرات وحتى خرائط الجغرافية وحدها المعارضة السورية بقيت تراوح مكانها اخفقت في كسب ثقة الداخل او نيل اعتراف الخارج حذت حذب النظام فكادت ان تكون ظله لا خصبة رفع الاول السلاح فردت بعسكرة الحراك الشعبي استقوى الاسد بحلفائه في الخارج فسلمت المعارضة زمام امرها الى تركيا وبين خصمين يلعبان الدورة نفسه تقريبا يدفع السوريون ثمن الصراع وتكتفي المعارضة عند كل نازلة تقع على الرؤوس بالبيانات والتصريحات وكأن لسان حالها يردد قول الشاعر نزار قباني ان من بدأ المأساة ينهيها ضيفنا اليوم رئيس هيئة التفاوض لقوة الثورة والمعارضة السورية الدكتور نصر الحريري ومعه نبدأ المواجهة اشتركوا في القناة دكتور نصر مساء الخير مرحبا بك معنا في مواجهة دعني ابدأ معك بسؤال او بطلب بالاحرى من احد المتابعين على تويتر يقول دياء الدين الحلبي الله يقويك يا دكتور بدنا نسمع منك الصراحة كما عودتنا سنتابع الحلقة لان الشعب السوري ضايع بده يعرف شو اللي عم بصير تساؤلات كثيرة دكتور نصر جاءتنا من المتابعين حول وضع المعارضة اين هي المعارضة السورية اليوم المعارضة السياسية نتحدث هنا اين هي هيئة التفاوض تفاوض مع من وعلى ماذا المعارضة كما يقول البعض لم تعد حتى تمثل الشارع اليوم كيف ترد على كل هذه التساؤلات اولا مساء الخير لك اخي مهند ولن اخوة المشاهدين وثانيا نعم ساستجيب لطلب الاخ ضياء بان نكون صادقين وصريحين مع شعبنا في وقت نحن امس ما نكون فيه الى الصراحة باعتقادي اولا من الخطأ اختزال مسألة الشعب السوري بموضوع معارضة ونظام هو شعب ثار ضد هذا النظام تم تمثيله بحكم الامر الواقع حاليا بمؤسسات لا تنحصر في موضوع هيئة المفاوضات نعم هناك للمعارضة السورية اذرع ففي المفاوضات موجودة هيئة المفاوضات على المستوى السياسي هناك الائتلاف الوطني ومجموعات اخرى يعني معارضة وهناك الحكومة المؤقتة على الارض وهناك وحدة تنسيق الدعم كذراع اغاثي وانساني وهناك العديد من المجالس المحلية ومنظمات المجتمع المدني كل هذه الاجسام موجودة دكتور رفر ولكن فاعليتها اين ما الذي تفعل تمام تمام اذا كان السؤال عن العملية السياسية فانا اتحدث بكل صراحة انه خلال التسع سنوات لم تكن هناك عملية سياسية حقيقية ابدا لا في 2014 ولا في 2016 المحطات ولا حاليا العملية السياسية متوقفة لان الروس والايرانيين يدعمون نظام بشار الاسد في سبيل تحقيق نصر عسكري مزعوم وموهوم والاتراك يدعمون المعارضة اما ان كانت شريف عن القضايا الاخرى طبعا طبيعي الشعب السوري طلب دعم المجتمع الدولي عموما وقبل سنوات كانت هناك غرفة اصدقاء سوريا موجودة فيها تركيا المملكة العربية السعودية الامارات قطر امريكا اوروبا كلهم كانوا موجودين على طاولة واحدة في سبيل الدعم للأسف الشديد المصالح الاقليمية والمصالح الدولية تعارضت في هذا المعسكر وبالتالي اصبحت كل دولة تقارب المسألة السورية من وجهة نظرها الخاصة واختلفت التناقضات بين هذه الدول والشعب السوري يدفع مجددا الثمن الكامل لهذه الاختلافات ولكن في الشارع اليوم دكتور نصر هناك الكثير من المناطق التي رفعت شعار هيئة التفاوض لا تمثلنا حتى على مستوى القاعدة لم تعد القاعدة التي انطلقت معها الثورة السورية لم تعد مقتنعة بهذه المعارضة السياسية اليوم هذا الكلام صحيح مية بالمية يعني اولا المعارضة السورية لم تأتي بانتخابات لانه طبيعي في مثل هذه الظروف لا اعتقد ان الوقت يسمح ولا الظروف تسمح باجراء الانتخابات وصحيح بانه الشارع السوري اليوم لديه رفض لهيئة المفاوضات والاقتلاف وللفصائل وللدول العربية وللدول الاقليمية وللأوروبا ولأمريكا ولمجلس الأمن وللأمم المتحدة لماذا؟ لان الجميع يتفرج على هذا الشعب المسكين الذي يذبح في حين انه لا زال يقاوم نظام بشار الاسد ببطولة وشجاعة وبالتالي خرجت مظاهرات اعترضت علينا عندما قررنا المشاركة في اللجنة الدستورية وفي مناسبات اخرى وفي هذا المضمار استطيع ان اقول نقطتين النقطة الاولى مثل ما هناك اصوات ترفض هيئة المفاوضات او غيرها من المؤسسات الثورية هناك شرائح كبيرة جدا ممثلة كذلك في هذه الهيئة او في الائتلاف الوطني او في مجموعات سياسية اخرى وهذه طبيعة الحال موجودة في اي شارع يعني مهما كان جيد سنعود ربما بعد قليل نحديث عن بس النقطة الثانية فضل شان ما تطلع الفكرة ناقصة استاذ مهند النقطة الثانية انه هذه المظاهرات خرجت محقة من اجل رفض موضوع اللجنة الدستورية لانه كان ولا يزال هناك تخوف من ان تكون اللجنة الدستورية التفاف على هيئة الحكم الانتقالي وبالتالي بقاء بشار الاسد ونحن شاركنا شارعنا هذا التخوف ووعدناهم بان لا تكون اللجنة الدستورية طريق لاعادة تعويم النظام او بقاءه في السلطة ساعود الى هذه النقطة المهمة تحديدا بعد قليل دكتور ناصر لانه هناك اتهامات وانتقادات كما انت تعلم جيدا موجهة لك تحديدا بانك انت يعني متحمس كثيرا لهذه اللجنة الدستورية على حساب جينيف واحد بيان جينيف واحد على حساب اتنين اتنين اربعة خمسة وكل هذه الامور ولكن قبل ذلك دعني استعرض معك باختصار ما الذي انجزته انت منذ تسلمك رئاسة وفد المعارضة في جينيف مش عارف ستة او خمسة جولات في جينيف الجولة الرابعة والخمسة والسادسة والسابعة اعتقد والثامنة يمكن تسعة كان فيه لم تخرجوا بنتيجة بعدين استنى اجتمعتم مع الامريكان اجتمعتم مع الروس كل هذا بلا جدوى على العكس النظام وضعه اليوم افضل بكثير مما كان عليه في شباط 2017 حين تسلمت حضرتك رئاسة وفد المعارضة الا يبدو اليوم الاتلاف عاجزا لا حيلة له كيف ترد على ذلك يعني اولا نعم نحن شاركنا في جلسات مفاوضات متعددة منذ عام 2014 وهذا القرار قرار المشاركة لم يكن قرار نصر الحريري او قرار مهند الخطيب او قرار مثلا هذه البحرة لما كان رئيس الوفد التفاوض او رئيس كبير المفاوضين هذا كان قرار من مؤسسات الثورة بما فيها الشخصيات التي تمثل الحراك الثوري او المجالس المحلية او الفصائل العسكرية انا معك واقولها بكل صراحة انه لم تكن هناك عملية سياسية ولم تكن هناك اي نتيجة لاي عملية تفاوضية ولكن ما جرى وما يجري حتى اللحظة هو ليس قناعة بان العملية السياسية بالطرق المتبعة حاليا ستؤدي الى نتيجة ابدا واللجنة الدستورية امام ما نراه من اصرار روسي على دعم نظام بشار الاسد واصرار النظام وايران على احتلال كل سوريا والوصول للحسم العسكري لن يكون لهذه اللجنة الدستورية اي دور ولكن المقاربة التي اتبعتها المعارضة المعارضة عموما ليس فقط انا هو بانه لا يجوز للمعارضة ان تظهر امام العالم الذي في جزء منه يساند مطالب هذه الثورة ان تظهر انها هي المعطلة للعملية السياسية فكان هناك دائما نداءات بانه نحن موجودون على الطاولة اذا كانت هناك اطراف جدية للتفاوض فليتفضلوا اما العملية السياسية اخي مهند من نهاية 2017 هي متوقفة لا توجد عملية سياسية اصلا خلينا نستبع الى هذا المقطع دكتور ناصر اذا سمحت لي تحدث بالمناسبة يعني تاريخ مقطع الفيديو هذا حوالي 2017 لا اذكر اي شهر تحديدا ولكن تقول فيه بما معناه انه نظام الاسد لم يعد يسيطر على الكثير من المناطق وانه الدول التي اعتقدت بانه سيكون لنظام الاسد دور في المرحلة الانتقالية ستعيد النظر دعنا نستمع الى هذا المقطع ثم اعود لاتابع النقاش معك اليوم نظام بشار الاسد لم يعد لديه القدرة حتى على لا على بسط نفوذه على الجغرافية السورية وفي اكثر من مرة اعترف الروس وحتى كانت بعض التصريحات رسمية بانه النظام غير قادر على كسب مواقع جديدة كل الدول الان التي ربما بدأت تفكر انه بشار الاسد ربما يكون له دور في المرحلة الانتقالية ستصطدم بحاجز الواقع نفسه الذي يهاجموننا به لا يمكن للوضع السوري ان يلتأم بوجود شخص ارتكب كل هذه الجرائم في سوريا دكتور نصر ما رأيك هذا مقطع من 2017 كما اشرت قبل قليل تقول فيه انه يعني النظام غير قادر على كسب مواقع جديدة وان كل الدول التي كانت تعتقد بانه سيكون للنظام دور في المرحلة الانتقالية ستعيد النظر او ستصدم بالواقع هل ما زلت عند هذا الكلام يا سيدي عيد هذا الكلام تماما حتى اختصر وقت البرنامج انا معه تماما واؤكده في عام 2020 واذا بدك ادل على ذلك اولا بس كيف غير قادر على كسب مواقع جديدة المساحة الجغرافية التي يسيطر عليها النظام اليوم على الاقل ضعف مما كانت عليه عام 2017 يا سيدي يا استاذ مهند انا معك اذا بدأ نقارب المسألة بهاي الطريقة كلامك صحيح ولكن واحد شمال شرق سوريا وشمال غرب سوريا لا يزال خارج سيطرة النظام ثانيا اظنك تابعت ما جرى ويجري يوميا في محافظات الجنوب خاصة درعة فيما اثبت للعالم كله بان هذا النظام اوهن من بيت العنكبوت ولا يستطيع السيطرة على المخافر تبع النظام ثالثا من يسيطر على دمشق وعلى حلب ومن يدير غرفة العمليات ومن يعني يهندس البنية السورية جيشا وامنا واقتصادا هم الايرانيون على الارض بالدرجة الاولى والروس بالدرجة الثانية رابعا من ادى الى تقدم هذه الميليشيات تبع النظام على الارض ليست البطولة والاستبسال تبع النظام وانما سياسة الارض المحروقة التي اتبعتها روسيا واعلنت هي صراحة الرئيس الروسي قال بانه جرب في سوريا اكثر من 265 سلاح الامم المتحدة وثقت استخدام الكيموي والعنقودي والصواريخ الفراغية ما ظل سلاح الا ما استخدموا الآن لما تغيرت الشوي الديناميكيات العسكرية على الارض رأيت انه ثمن من الوحيات وثلاث سلخوي وعديد الاسلحة يعني منذ تسلمك انت رئاسة وفد التفاوض ما عليش اسمح لأسه هذا التعقيب منذ تسلمك في شباط 2017 رئاسة وفد التفاوض المعارضة خسرت مساحات شاسعة من المناطق التي كانت تسيطر عليها استعادها النظام بمساعدة حلفاءه بمساعدة الميليشيات انت تعلم اكثر مني اليوم لم يوجد لا يوجد احد في المجتمع الدولي يأخذكم كمعارضة على محمل الجد الا تعتبر كل هذه الامور اخفاقات يعني كيف ترد على هذه المسائل يا سيد العزيز انا قلت لك ان المعارضة هي معارضة باذرع متعددة فاذا انو كلامك ان المجتمع الدولي لا يأخذ هذا غير صحيح اليوم من يقوم بالعمليات من الذي يأخذكم اليوم على محمل الجد هو الجيش الوطني يا سيد العزيز ها عم بعدد لك الامثلة من يقوم بالعمليات العسكرية على الارض هو الجيش الوطني مدعوما من حليف من يمثل الثورة سياسيا ولديه اعتراف من المجتمع الدولي بالممثل الشرعي والمحاور الأساسي باسم الشعب السوري هو الاتلاف الوطني لقوى الثورة المعارضة السورية في الموضوع التفاوضي أنا مستلم الذراع التفاوضي الذي لم ينجز فيه شيء حتى الآن أتحدث لك بكل صراحة هيئة المفاوضات هي الجسم المعترف فيه اللقاءات والندوات والورشات والتواصلات والتنسيقات كلها تجري ما بين مؤسسات المعارضة الرسمية وما بين حلفائها من المجتمع الدولي أي نعم المعارضة لم تستطع الشعب السوري بما يحتوي بما لديه من أدوات منها مؤسسات المعارضة لم يستطع حتى اللحظة تحقيق كل أهدافه في الثورة ولكن النظام بطبيعة الحال رغم استقواءه بدول عظمى لم يستطع حتى كسر إرادة الشعب السوري لذلك المعارضة ستبقى على الأرض ستبقى في الجيش الوطني ستبقى في المفاوضات ستبقى في التمثيل السياسي طيب ولكن اعترفت دكتور نصر اعترفت قبل قليل بأنه بهيئة التفاوض لم تنجز شيء في المفاوضات طيب أليس هذا لوحده إخفاق يتوجب أن يدفع أحد ما ثمن هذا الإخفاق يعني دعني أسألك سؤال آخر وفد التفاوض قديش مدة صلاحيته كان المفروض مش سنة 2018 لا طبعا لا الوفد التفاوض ليس له صلاحية هذا الوفد التقني يتم تعيينه وتسميته من هيئة المفاوضات حسب ما تقتضيه الضرورة ليس له عمر الوفد التفاوضي لا بس يبدل الشخص بعد 20 ساعة الوفد مدد لنفسه بدون أي مرجعية بشكل واضح منها؟ منها؟ هي غير موجودة لا موجودة بهيئة المفاوضات ولا في كل ممارساته الوفد التفاوضي هو وفد تقني تتم تسميته من هيئة المفاوضات حسب ما تقتضيه المفاوضات فيمكن شخص تخليه إلى مدة يوم وتغيره ممكن شخص تخليه إلى مدة ستة شهور حسب ما تقتضيه المعركة التفاوضية ليس له عمر ولم يتم تمديد لأحد طيب البعض يتهمك دكتور نصر أنت شخصيا بأنك خرقت ثوابت الثورة هناك شخصيات قيادية كانت في سواء الاتلاف أو في أجسام أخرى تقول الدكتور نصر الحريري خرق ثوابت الثورة التي تم الاتفاق عليها هناك وثيقة أعتقد ست أو سبع بنود تم التوقيع عليها والالتزام بها والكل التزم بها في كل الاجتماعات والمفاوضات على سبيل المثال الأستاذ محمد صبرة كبير المفاوضين السابق يقول عندما قالت دكتور نصر في قاعة المفاوضات أمام ديمستورة إن بشار الأسد إذا أراد أن يكون عضوا في هيئة الحكم الانتقالي فهذا يتوقف على موافقاتنا كان هذا يمثل إشارة خطيرة كما يقول الأستاذ محمد صبرة لفكرة التعاطي مع مسألة بقاء بشار الأسد من عدمه كمسألة تفاوضية وليس كمسألة محسومة في بيان جينير بنفس الموضوع الأستاذ أسعد الزعبي أيضا الرئيس السابق لوفد التفاوض يقول إذا أردنا أن نلوم الدكتور نصر أو غيره من الهيئة الحالية يجب أن نقول إنك خرجت عن الثوابت التي وقع عليها الجميع بمن فيهم الهيئة الحالية والتزم الجميع بها كان يجب أن يقول له أحدهم توقف عن الخرق توقف عن القبول بأي شيء ما رأيك في هذه الانتقادات دكتور نصر لأن البعض يقول إذا تم خرق هذه المواقف أو هذه الثوابت معناته كل شيء انتهى طيب بس في صوت موسيقى كان أستاذ مهان أي راح خلاص سيدنا أولا نحن عم نحارب من أجل الديمقراطية فلذلك أنا بكون سعيد جدا والله لما أسمع كلام من أي أخ أو زميل أو معلق أو محلل أو مناضل ضد نظام بشار الأسد وأي ملاحظة تصدر تأخذ بعين الاعتبار وتدرس بعناية واهتمام ويتم أخذ الزوايا السلبية التي يتم الإشارة فيها حتى نكون على ضمان بأن بوصلتنا صحيحة ولا نقع في الخطأ هذا أولا ثانيا ليس نصر الحريري من قرر المشاركة في اللجنة الدستورية أو بالعملية التفاوضية وإذا كان لدى نصر الحريري هذه القدرة لسحب كل المؤسسات المعارضة وراء بمن تمثله من مختلف المكونات والأطول السياسية اللي قسم منها داخل سوريا واللي قسم منها خارج سوريا يعني معناته نصر الحريري يزال من سوبرمان والله معناه نحن بحاشته معه بهاللحظة هالرجل أو أنه أقصى الكثير من هذه الشخصيات التي تنتقده كما يقول البعض لحظة طيب خلينا نكمل خلينا نكمل سيدي لم يتم إقصاء أحد اليوم من قرر المشاركة في العملية السياسية هم عد وراي خلي المشاهدين يعدوا الائتلاف الوطني بمن يمثله من فصائل عسكرية وحراك ثوري ومجالس محلية وحزاب سياسية وتيارات سياسية وإلى آخره اثنين الفصائل العسكرية الممثلة في مؤتمر الرياض واحد والرياض اثنين ثلاث هيئة التنسيق الوطني أربعة منصة القاهرة خمسة منصة موسكو ستة الشخصيات المستقلة سبعة المجلس الوطني الكردي إذا كان هؤلاء كلهم لا يشعرون بأنه والله خرجنا عن ثوابت الثورة معناته في عندنا مشكلة بالشعب السوري كله وإذا كانوا هم عارفين أنه خرجنا عن ثوابت الثورة وهم ساكتين عن هذا الموضوع معناته في عندنا مشكلة أكبر من ذلك بكثير أخي العزيز لم تخرج مؤسسات الثورة عن أي ثابت من ثوابت الثورة ماذا عن مسألة بقاء الرئيس الأسد في المرحلة الانتقالية؟ هي بتشكيل هيئة حكم انتقالي نعم هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات التنفيذية يغيب عنها ليس فقط بشار الأسد اللي هو رأس الإجرام يغيب عنها هرم الإجرام كله ونقولناها ونقولها اليوم كنت في لقاء مع الأميركان لا يمكن لسوريا أن تستعيد سلامتها وعافيتها لا يمكن أن يحدث أمن واستقرار في البلد لا يمكن محاربة الإرهاب لا يمكن عودة اللاجئين طالما هذا النظام ورأس هذا النظام بشار المجرم على رأس هذا النظام هذا موقفنا لم يتغير الدخول إلى هذه الحقيقة من البوابة الدستورية من البوابة المبادئ من بوابة الحكم الانتقالي من أي بوابة فلتتفضل الأمم المتحدة حتى نصل إلى تطبيق كامل كما أفهم من كلامك دكتور ناصر مسألة بقاء الرئيس بشار الأسد في المرحلة الانتقالية ليست موضوع تفاوض هل هذا ما أفهمه من كلامك أعوذ بالله لماذا الأستاذ محمد صبرة أصر على هذه المسألة وأيضا الأستاذ أسعد الزعبي أشار إلى شيء مشابه عزيزي أستاذ مهند الشعب السوري 23 مليون نسمة وتصريحاتنا إذا بتتابعها يوميا لم تتغير من 9 سنوات في هذه الخطوص لأن هذا خط أحمر بالنسبة للشعب السوري لماذا هو قرأها لماذا هو فهمها لماذا هو علق عليها أنا أقترح أن نعمل برنامج تاني ونقول له هو يجاوب هذا الأمر هو حرفي لكن اليوم ما نقوم به هو يمثل مؤسسات الثورة وإذا كانت فعلا مؤسسات الثورة غير موافقة لخرجت وقالت أخي هناك شخص يقوم بما يشاء ويتخذ قرارات كما يشاء وهذا الأمر ليس صحيح يتم اتخاذ القرارات بطريقة مؤسسية فهذا متوافق عليه تقريبا بين مختلف أطياف الثورة كويس دكتور ناصر هل تعتقد بأنه ما زال لديكم المقبولية لدى قواعد الثورة السورية كما كان الحال عليه من قبل لأنه في مناسبة أعتقد صيف العام 2018 تم طردك من مدينة الباب في ريف حلب الشمالي وطبعا أولا خلينا نتابع هذا الفيديو يظهر بعض الاحتجاجات أثناء وجودك في هذه المدينة ثم أعود لأسألك عن هذه المناسبة يا نصر الحريري نحن من قلتك كلمتين بس الباب إذا بظل فيها مرة وحدة ما رح نتخلى عنها وانت عبترو بتقابل آخي يوم بروسيا مشان إيش نحن نشدين ظهرنا فيك يا نصر الحريري هعسسك بس انت غشاش وخائن مثل باخي الفصائل حاولي خسيسة من نصر الحريري لإعادة نظام المجرم بشار الأسد إلى المناطق المحررة حاول اليوم القدوم نشر سموم ولكن الثوار الشرفاء من كل سوريا ومن أهالي مدينة الباب تحديدا كانوا له بالمرصاد لا شاك أنك تذكر هذه المناسبة دكتور نصر أعتقد في صيف 2018 إن لم أكن مخطئا يعني المحتجون كانوا يعترضون ويصفونك بأنك رجل روسيا أنك تنسق مع الروس لمرحلة التسوية ووجود بشار الأسد في هذه المرحلة وتسليم المناطق المحررة وكل هذه المسائل مرافقينك قاموا بإطلاق النار في الهواء لتفريق هذه الجموع أود أن تشرح لنا ملابسات هذه المسألة وما إذا كان لهذه الانتقادات ما يبررها طبعا يعني نحن كل ما نقوم به من أجل أخواتنا وبناتنا وأمهاتنا الموجودات في الباب أو غيرها من المدن والمناطق السورية ثانيا لا كان معنا الحمد لله مرافقة ولا أطلق النار المرافقة ثالثا نحن كنا في زيارة للداخل السوري وزرنا خلال هذه الرحلة عشرات المدن والقرى بمن فيهم مدينة الباب نفسها يعني هاي أنا هذا ما حضرته طبعا أنا ما كنت موجود أصلا هون هذا بعد ساعتين من لقاء في المجلس المحلي لإدلب ولكن أنا لا أقول لهؤلاء الشباب إلا الله أعطيكم العافية هذا الصحيح يعني اليوم شب الثورة لما يشعروا أنه فيه تصرف قد يكون خطر على الثورة عليه يعني يعبر عن صوته بكل صراحة الآن أنا أقول لهم بما أنه يمكن يكونوا عم يتفرجوني عم يشوفوني هذا الكلام أخي العزيز لي صحيح صحيح نحن لم نذهب إلى روسيا كصداقة ولم نذهب نتسول لديهم بقاء بشار الأسد أو إلى آخره نحن ذهبنا إليهم بضغط كبير من المجتمع الدولي وأجزاء كبيرة من المجتمع السوري بأن أخي الحل لدى روسيا يجب أن تقرعوا هذا الباب فذهبنا إلى روسيا أقوياء ذهبنا إلى روسيا بمطالب واضحة ذهبنا إلى روسيا حتى لا نترك عذر لأي أحد بأن يقول بأنه والله أخي لم يتم التعامل مع روسيا بالطريقة التي تؤدي إلى الحل وعندما رأينا أن روسيا مصر على موقفة ومصر على دعم نظام بشار الأسد لاحظوا أنه قوى الثورة والمعارضة لمن تتواصل مع الروس من فترة وعلى فكرة كل قادة المجلس الوطني والإتلاف وهيئة المفاوضات تقريبا أغلبهم كان بلحظة ما يتواصل مع الروس ليس تواصل الإدعان إنما تواصل من أجل اختصار الطريق ومحاولة الوصول للحل طيب غيرت رأيك عن الموقف الروسي والسياسة الروسية في سوريا اليوم لأنه كان في إلك تغريدة تقول فيها أن السلوك الروسي الجديد بسماح للضغط على إيران والتحركات التي تقوم بها من أجل تقليص النفوذ الإيراني على الأرض في سوريا مهم وإيجابي ويمكن البناء عليه ويجب تعزيزه بمزيد من الخطوات التي تختصر الطريق للحل السياسي الرامي لتحقيق الانتقال في سوريا يعني كنت تنظر بشكل إيجابي إلى هذا الدور الروسي هل هذه النظرة الإيجابية ما زالت موجودة؟ يا سيد العزيز لم ننظر إيجابيا ولا لحظة من اللحظات كل ما هناك نحن نمارس عمل سياسي ليس عمل عدم مؤاخذة نشاط تواصل اجتماعي ولا عبارة عن غرفة مزاودات وإلى آخره نحن اليوم في عندنا تحالف صلب ومتين يدعم النظام وخلال هذه التسع سنوات جربنا كل الطرق التي يمكن أن تؤدي إلى تحقيق أهدافنا كل الطرق تم تجربها فكنا ولازلنا في معسكر الثورة نحاول في كثير من الأحيان أن نفصل ما بين النظام وما بين الروس أن تحاول أن تخلق فجوة أو تزيد كان هناك بشهادات كثير من دول العالم والسوريين بأنه لحظة من اللحظات كان هناك فجوة ما بين إيران وما بين روسيا كان العديد من الناس يحاول العمل على توسيع هذه الفجوة وعلى فكرة دول حتى دول في المنطقة دول الخليج العربي وحتى تركيا زارت ودعمت علاقاتها مع روسيا على أمل بما فيها إسرائيل على أمل أن روسيا تبتعد عن إيران وتقلص النفوذ الإيراني في سوريا وكانت حتى في اتفاقيات الجنوب التي تم تعايتها من قبل روسيا وأمريكا وإسرائيل كانت هناك وعود روسية بإخراج إيران من سوريا كلها فكنا نعمل في ذلك الوقت على أن روسيا تتخلى عن إيران أو أن تبتعد عن إيران هذا لا يعني أننا لا سمح الله ساذجين أو غير قارئين للمشهد بشكل جيد لكنها كانت محاولة ولا تزال هناك محاولات تجري في قضايا مختلفة لسنا بصدد شرحة حاليا طيب دكتور نصر قبل أن نختم هذا المحور بدي أسألك عن بعض الأشياء الأخرى التي أشار إليها البعض والتي انتقدك عليها البعض هناك من يقول أن الدكتور نصر الحريري لديه مصالح شخصية يريد أن يعزز موقعه يريد أن يتصدر هذه الأجسام السياسية ويظهر على شاشات التلفزيون ويحقق ربما أيضا بعض المنفع المادية هناك من يقول أن الدكتور نصر اليوم يتقاضى راتبا مغريا جدا جدا هل هذا صحيح؟ يا سيد العزيز يعني أولا ما أعتقد أنه في واحد سوري بالـ 23 مليون يتمنى الآن أن يكون أمام الشاشة ويتعرض لما أتعرض له من أسئلة وهذه أسئلة دكتور نصر يعني هذه أسئلة يطرح الكثيرون يعني أنت أكيد متابع للمواقع التواصل تمام 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 أنا عم أجاوبها وأنا عم أجاوب وأنا زالما كنت ولازل طبيب قلبية أعمل في أفضل المشافي ولا تزال لدي القدرة حتى الآن ربما أكون موظف المدينة التي تعيش فيها برواتب مجزية جدا 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 يعني ثالثا هذا قرار اتخذناه من بداية الثورة لن نعود إلى العيادة ولن نعود إلى حياتنا الطبيعية حتى يسقط هذا النظام أما عن الرواتب فأنا أقولها بكل صراحة نصر الحريري الآن يتقاضى راتب على كل يعني على الأعمال التي أقوم بها 2500 دولار هلأ قناة عندكم 2500 دولار شهريا 2500 دولار شهريا نعم أنا الرقم اللي وصل لي دكتور نصر 17000 يا سيدي أتمنى أن تتتواصل مع الجهة اللي أعطتك هذا الرقم وتقول له إذا سمحت تعطونا كشف حساب أنا أقولها تعرف شو معنات أقولها على التلفزيون أستاذ مهند يعني يعني السعى زملائي اللي معي راح يشوفوني اللي عم يعطيني الراتب راح يعني عم يشوفني لا أستطيع أن أقول معلومة على فكرة مش بس نصري حريري كل من يتم اتهامهم بأنه بيأخذوا راتب خرافية عم يأخذوا راتب ما بين 1500 دولار إلى 1500 دولار هذا بالنسبة للراتب دكتور نصر هل صحيح أنك عينت شقيقك عبدالله مستشار لك بدون أن تستشير أي أحد في الهيئة ولا في الائتلاف لا يوجد لدي أي مستشار من بداية العمل السياسي حتى اللحظة أخوك ما بيشتغل معك لا غير أخوي أبدا ولا اشتغل معي ولا ثانية ولا عينت أي من أقاربك في الائتلاف مثلا حسن الحريري الاسم الذي ورد عليه ممثل عن فصائل الجنوب في الهيئة والائتلاف من هو؟ حسن الحريري هذا الاسم الذي ورد إلينا لا لا يا سيد العزيز اليوم رئيس الهيئة ليس هو من يحدد ممثري المكونات يعني لما بدأ نشكل اللجنة الدستورية الائتلاف يحدد الأسماء التي تمثله في اللجنة هيئة التنسيق تحدد الفصائل تحدد ليس نصر الحريري من يحدد أنا أستلم هذه الترشيحات من قبل المكونات بعمل فيها كتاب رسمي إذا تم التوافق عليها وبوقع عليها من النهاية وبعثل الأمم المتحدة هذول ممثلي المعارضة في اللجنة الدستورية لست أنا من يحدد طيب حتى أني هذا المحور دكتور نصر البعض يقول أنك دكتاتور لا تستشير أحد تقوم برحلات تلتقي مع شخصيات أجنبية ودولية بدون أن تسأل أحد أو تأخذ رأي أحد هل هذا صحيح؟ هذا بدأ نسأل الفاعل يعني يقول من هو الفاعل هذا إذا كان بدأ نسمعه يعني يفترض يفترض أنه من أمارس عليهم هذا الدور أن يقوله يعني لو خرج الائتلاف أو هيئة المفاوضات وقالت يا عمي والله يا دكتور نصر أنت أخذت قرار الذهاب إلى الاتحاد الأوروبي لوحدك أو قمت والله كان هذا الكلام بيكون صحيح بس عندما تكون المؤسسات التي يعمل بها لا يصدر منها أي احتجاج ونسمع بصيغة المبني للمجهول قيل أو قال باعتقادها ستكون عبارة عن صفحات صفراء وعلى فكرة حتى هذه المؤسسات أخي أستاذ مهند التي نعمل بها أي خروج عن النص أو عن القاعدة أو عن النظام الأساسي تستطيع أن تقول لرئيس الهيئة أو غير رئيس الهيئة تفضل أن تخلفت النظام الأساسي بتوجه له ملاحظة أو إذا اقتضى الأمر بتحجب عنه الثقة إذا لازم الأمر فلو كانت هذه الحالة صحيحة مضبوطة لما رأيت هيئة المفاوضات متماسكة كل هذا التماسك خلال أكثر من سنتين من عملها يعني أشاد بها الجميع بعملها المؤسسي التفاوضي اللي كما قلت قبل قليل لم تبدأ فيها عملية سياسية أصلاً طيب دكتور نسر بعد الفاصل بدي أسألك عن العلاقة مع تركيا وعن ما يجري في إدلب تحديداً فاصل قصير نعود بعده لمتابعة هذا الحوار قبل ذلك هذه بعض الأراء كما استطلعناها في الشارع من السوريين حول رأيهم بالمعارضة السورية رأيهم بالنصر الحريري والمعارضة الخارجية جميعاً ما قدمت أي فائدي أو أي دعم للثورة السورية على جميع المجالات إن كان سياسياً أو حتى دعم مادة يقدروا يقدموا في شعاء على الأرض رأيهم بالمعارضة السورية أنه ما فادت نابة على أرض الوقع لا حصلت تأتي رفلة جامعات ولا تقدر تصب ميليشيات الأسد والروس وما في إلى أي فائدة على أرض الواقع فقط تصميات بدون أي فائدة وبالنسبة إلى تمثيل الشعب السوري ما هو تمثيل الشعب السوري نهائياً الحفاظ على وحدة سوريا واستقلالها والسيادة أراضيها وشعبها هذا خط أحمر من خطوطنا ولا نريد للنظام والميليشيات الإيرانية ولروسيا أن تدخل إلى هذه المناطق كإجراءات مؤقتة تحافظ على حياة المدنيين ريثما يتم التوصل للحل السياسي نتابع الحوار مع الدكتور نصر الحريري رئيس هيئة التفاوض لقوة الثورة والمعارضة السورية استمعنا إليك دكتور نصر في هذا المقطع القصير تقول فيه طبعاً أنك مع وحدة سوريا واستقلالها وترفض التدخل الروسي والتدخل الميليشيات وإيران إلى آخره ماذا عن التدخل التركي يتساءل الكثيرون ألا يعتبر هذا أيضاً تدخل مثله مثل التدخل الروسي ما الفرق بين تدخل روسيا وتدخل تركيا اليوم في سوريا يعني أنا برأيي أن ما يجري الآن على الأرض السورية هو الوضع الطبيعي وأصلاً هذا الوضع تأخر يعني إحنا الشعب السوري من مرحلة مبكرة في الثورة السورية طالب بمنطقة آمنة أو منطقة حضر جوي أو مساعدة المجتمع الدولي ضد هذا النظام المجرم الذي ارتكب كل هذه الجراءة وأنا فعلاً كنت أتمنى أصدقاء الشعب السوري لما كانوا كلهم مع بعض على طاولة واحدة عندما كان النظام بأضعف حالاته عندما كانت الثورة بأقوى حالاته أن يكون هناك لو كان هناك إجراءات جدية تؤدي إلى تغيير سياسي في سوريا حقيقي انتقال سياسي دون أن يدفع الشعب السوري كل هذا الثمن اليوم تركيا تدخلت بعد تسع سنوات من الثورة عندما تم حشر ثلاث ملايين مدني سوري بريء تم تهجيرهم من مناطق متعددة في جيب صغير في شمال الغرب سوريا في حين أن النظام استجلب مرتزقة ومليشيات طائفية إرهابية ومرتزقة وقوة عظمى مارست كل أنواع الجرائم تجاه الشعب السوري واليوم تستطيع أن ترى لجان التحقيق في مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة في مجلس الأمن تتحدث عن حجم الجرائم التي ارتكبها النظام من جهة وحلفاء النظام تجاه الشعب السوري فاليوم الشعب السوري يحق له بمنتهى الصلاحية أن يطلب المساعدة من أي حليف والشعب السوري لم يطلب المساعدة من حليف واحد الشعب السوري ناشد مرارا وتكرارا كل أصدقاءه كل أشقاءه يا جماعة تعالوا وقفوا هذا النظام الذي قتل حتى اللحظة حوالي مليون سوري إلى الآن أخي مهند مقتول في 200 ألف واحد بالمعتقل 14 مليون مهجر فأنا بقول أنه اليوم من تدخل لوقف هذه المجزرة هو مشكور ومن لم يتدخل نناشده أن يساعدنا حتى نوقف هذا الجزار لا نريد جراء لا نريد حرب لا نريد قتال لا نريد قوة أجنبية موجودة على الأرض يعني أنت برأيك تركيا دكتور نصر تدخلت وساعدت المعارضة المسلحة الفصائل المسلحة اليوم لأنها حريصة على دماء الشعب السوري ولا تريد أن تقع كل هذه الضحايا وهذا الدمار إلى آخره أم أن لديها مصالح محددة لا علاقة لها بالثورة السورية تريد الدفاع عنها تركيا تدخلت بطلب من الشعب السوري ليس فقط من الفصائل اليوم لم يعد اسمها فصائل اسمها الجيش الوطني أصلا ثانيا كل دول العالم أخي أستاذ مهند تدافع بالدرجة الأولى عن مصالحها وأصلا يعني من المعيب ومن الخطأ أنه حدا يقاتل عن مصالح الآخرين قبل أن يدافع عن مصالحه ونحن كسوريين نحن اليوم نريد مصالحنا في سوريا ولكن إذا هذه مصالح تقاطعت مع مصالح تركيا أو مع مصالح مثلا الآن السعودية فيما يتعلق بإيران بوحدة سوريا إذا تقاطعت مع مصالح أي دولة الإمارات قطر الأوروبا أمريكا أي دولة فهذا طبيعي أن يكون هناك تحالف من أجل تحقيق هذه المصالح المشتركة وعندما يكون هناك اختلاف بالأولويات أو نقاط لم يتم الاتفاق عليها هذه لا تدخل ضمن التحالف وتبقى مجال مختلف عنها خلينا أسألك السؤال بطريقة أخرى دكتور ناصر نعمل مع بعض من أجل ما تم الاتفاق عليه هل تركيا اليوم تكترث لمطالب الثورة السورية التي قامت في 2011 هل هي في تدخلها هذا تأخذ هذه الأمور بعين الاعتبار نعم أنا باعتقاد الشخصية من خلال تواصلاتي المستمرة نحن تسع سنوات مع الجماعة أنا بأكد لك أن تركيا لا زال موقفة من قضية الانتقال السياسي موقفة من قضية وحدة سوريا محاربة التنظيمات الإرهابية والانفصالية تطبيق 2254 لا يزال على هو على حاله الطبيعي وباعتقادي أن تركيا لديها إيمان راسخ بأنه إذا ما تم انتقال سياسي حقيقي في سوريا لن يكون هناك حل للمسألة السورية وتشارك تركيا في هذه النظرة العديد من دول المنطقة ومن دول العالم لكن تركيا لها مصالح ومصالحها تم تهديدها كيف يمكن لتركيا أن تدعم أهداف الثورة السورية وتنصق وهي حليف لروسيا الداعم الأول للنظام وتنصق أيضا مع إيران الداعم الثاني للنظام في دمشق كيف يمكن أن نفهم هذه المعضلة؟ لا أنا برأيي بيش معضلة من يراقب الدول وسلوك الدول يعرف أن الدول تتعامل بطبقات يعني بطوابق وتتعامل بملفات فيتم العمل فيما تم الاتفاق عليه ويتم تحييد ما لم يتم الاتفاق عليه وعندما تصل هذه الملفات التي عليها اختلافات لما تصل إلى المرحلة الحرجة مثل ما يجري الآن بإدلب يصل الموضوع إلى حد التصادم فهذا الاختلاف حول قضايا سياسية في سوريا أدى الآن إلى التصعيد الموجود في شمال غرب سوريا أما هل رأيت مثلا أنه لما تم الاختلاف تم إيقاف الحركة السياحية أو التبادل التجاري أو مشروع السيل التركي أو التعامل مع إيران هذه قضية وهذه قضية ولكن حتى داخل تركيا اليوم هناك علامات استفهام كثيرة على الدور التركي ما الذي تفعله تركيا والجنود الأتراك على الأراضي السورية حتى داخل البرلمان تقع هناك مشاجرات ونقاشات حدة وربما نشاهد فيديو الآن لإحدى هذه الشجارات داخل البرلمان التركي بين من يعترض على تدخل تركيا في سوريا أو على وجود الجنود الأتراك يعني أليس هناك مبرر لمثل هذه الانتقادات أنه ما الذي يفعل الجندي التركي اليوم يقتل على الأراضي السورية بدون أن يكون له هدف محدد يعني أولا هذا شأن تركي أنا أعتقد الأخوة الأتراك أفضل من يجيب عنه ولكن رغم ذلك بالعموم أنت اليوم تتحدث عن دولة ديمقراطية وهذه الدولة تقودها حكومة يعني ممثلة للأغلبية فباعتقادي من الطبيعي أن يكون هناك اختلافات بوجهات النظر من يرى أنه اليوم مثلا بشار الأسد يمكن أن يكون صديق لسوريا يعارضه الكثير من الشعب التركي وبالحكومة والمسؤولين الإتراك بأنه نظام بشار الأسد والميليشيات التي دعمها هي خطر على الأمن القومي التركي من هنا جاء هذا التحرك ولو رأينا عكس ذلك يعني لو شفنا اليوم دولة لا يتم فيها أي انتقاد أو أي تعبير عن وجهة النظر معناه نحن رحنا على نظام ديكتاتوري شمولي أبعد ما يكون عن حرية الرأي أو عن أبعد ما يكون عن الديمقراطية أنا أشارك الرأي لمن يقول وهذا الأمر أخي مهند اسمح لي نحن قلناه مرارا وتكرارا قلناه لتركيا وقلناه للدول العربية بأنه يا جماعة التأخر عن حل المسأل السورية سيجعل الجميع يدفع الثمن الآن إيران تغلغلت في كل المجتمع السوري في الجنوب اليوم في عندنا مئات النقاط والحواجز الأمنية والقواعد العسكرية الموجودة لإيران مثل ما اليوم في تركيا في الشبال السوري صار في تهديد على الأمن القومي التركي اليوم الشعب السوري والمنطقة تدفع ثمن تأخر كل هذه الدول المجتمعة في نصر الشعب السوري ووضع حد لجرائم بشار الأسد وتدخل الإيراني في المنطقة دعني أسألك دكتور نصر من هي الفصائل التي تقاتل اليوم في إدلب هناك الكثير ممن يقولون هناك فصائل متشددة وإرهابية تقاتل جنبا إلى جنب مع ما يسمى الآن الجيش الوطني ضد قوات النظام وحلفاء النظام من هي الفصائل التي تقاتل اليوم هناك اليوم من يقاتل هو الجيش الوطني كما قلت لا نستطيع أن نقول هي فصائل الفصائل كانت بالتركيبة الماضية التنظيمات الإرهابية لم تقاتل في يوم من الأيام ضد النظام السوري وصدقني أنه درجات التنسيق بين إيران بالدرجة الأولى والنظام السوري وما بين القاعدة والداعش وهو في أعلى مستوياته والآن لو راقبت أنت المناطق التي يتم قصفها والشهداء والجرحى الذين يقعون نتيجة هذا الاستهداف لرأيت أنه هذول كلهم بعيدين أبعد ما يكون عن التنظيمات الإرهابية ثالثا اليوم تجري عمليات عسكرية في شمال الغرب سوريا عم بتلاحظ أولا أنه ما فيه سقوط مدنيين بالجانب الآخر اثنين عم بتشوف عمليات عسكرية غاية في الدقة عم تضرب الآلية العسكرية تبع النظام بكامل الدقة اليوم روسيا من يمتلك هذا العتاد وهذا الجيش المدرب والتطور بموضوع السلاح والتكنولوجيا العسكرية اليوم تضرب البراميل المتفجرة في هجه همجية مثل همجية نظام بشار الأسد مدعية أنها تحارب الإرهاب أين العمليات العسكرية بس حرفاكم الأتراك ينصقون مع روسيا دكتور نصر الآن اليوم ونحن نتحدث الآن ربما في مؤتمر صحفي للرئيس أبو دونان والرئيس بوتين حول التنصيق في شمال سوريا يعني إذا كانت روسيا تقصف بالبراميل كما تقول حليفكم يتفاوض وينصق معهم يعني القصف موضوع يا سيدي يا أخي العزيز القصف هو موضوع وهذا الموضوع مستنكر من قبلنا ومن قبل تركيا وأمريكا وأوروبا والدول العالم كله تمام هذا القصف أما يعني اليوم إذا تواصل مثلا وزير خارجية الصومال مع روسيا نقول له يا وزير خارجية الصومال هو لا ينسق تركيا دولة أساسية حليفكم الوحيد اليوم في سوريا تمام تمام بس أنا ما أقصده أن تركيا لا تنسق مع الروس ضرب البراميل المتفجرة تركيا تناقش مع الروس حرمت استخدام البراميل المتفجرة وضرورة إيقاف التصعيد والروس يستمعون لها وعندما روسيا رفضت إيقاف التصعيد نعم والروس سيستمعون لها عندما تقول أنقرة لا تستخدموا البراميل موسكو ستخاف ولن تستخدم البراميل الروس الروس ما سامعين لحدا الروس ما سامعين لحدا ولن يسمعوا ولن يسمعوا الروس هدفهم واضح في سوريا دعم نظام بشار الأسد والاحتفاظ بسوريا بقبضة الجيش الروسي ليست حتى الدبلوماسية الروسية هذا الهدف صار واضح وكل ما يتم ممارسته على الأرض هي تعمية وهي تشويش فقط من أجل إحداث واقع عسكري وضرب بعرض الحائط أمال الشعب السوري والابتعاد كل البعد عن العملية السياسية هذا هو الهدف الروسي طيب دكتور نصر سنأخذ فاصل أخير نعود بعده لأسألك أسئلة سريعة وأريد أجوبة سريعة إذا سمحت نتابع الجزء المتبقي من هذه المواجهة مع الدكتور نصر الحريري رئيس حيئة التفاوض لقوى الثورة والمعارضة السورية دكتور نصر المشاهد أو المتابع سيريا كورد على تويتر يقول ماذا سيكون مصير رأس العين وعفرين وتل أبيض باختصار جزء من سوريا بحل سياسي شامل إذا أراد المجتمع الدولي الوصول للحل السياسي أبو فهد أيضا على تويتر يسأل أو يسدي بنصيحة بالأحرى يقول يذهب هو عن الدكتور نصر وجميع شلة التفاوض إلى أفغانستان ويتعلموا من حركة طالبان أصول التفاوض وإذا ما رجعوا بيكون أفضل ما رأيك في ذلك دكتور نصر للأسف الشديد الأنظمة الوحشية الدكتاتورية مثل نظام بشار الأسد لا يفهم إلا اللغة التي تحدث بها الأخ لغة القوة ويبدو أن حلفاءه كذلك لا يفهمون إلا هذه اللغة لذلك على الرغم من كرهنا للعمل العسكري وعدم توريط الشعب السوري وتحميله مزيد من هذه الأعمال العسكرية إلا أن النظام من جرى سوريا إلى هذه المنطقة ويبدو أنه لا يفهم إلا بهذه اللغة ماذا سيحدث في إدلب في الفترة القادمة برأيك؟ هل ستتمكن المعارضة من الاحتفاظ على الأقل بالمراتق التي هي موجودة فيها؟ أملنا وما نعمل عليه هو منطقة آمنة تستوعب كل هؤلاء اللاجئين كإجراءات مؤقتة من أجل الوصول إلى الحل الشامل للملف السوري أما نحن كسوريين خيارنا هو المقاومة حتى النفس الأخير وموضوع السيطرة الجغرافية لم ولن يكون يوم في حساباتنا لأن إرادة ومطالب الشعب السوري ستبقى موجودة وسنعمل عليها بكل الأدوات المتاحة ولكن واضح أن النظام وحلفاء النظام وعلى رأسهم روسيا يعني عازمون على المضيف في هذه العمليات العسكرية قبل قليل اليوم الرئيس الأسد يقول من الناحية العسكرية الأولوية الآن لإدلب ما رأيك في ذلك؟ لن يتوقف الروس عن متابعة عمليات العسكرية حتى لو وعدوا بعكس ذلك يعني حتى لو خرج الاجتماع اليوم بنتائج إيجابية الروس يكذبون ولن يلتزموا بما يتم الاتفاق عليه وسيستمرون خيارنا هو المقاومة داخل الأراضي التي يسيطر عليها النظام وخارج المناطق التي يسيطر عليها النظام وسنبقى نقاتل يعني نقاتل أقصد نناضل ضد هذا الشعب السوري بكل ما نملك من أدوات طيب إذا كان الروس يكذبون وسيستمرون في هذه العملية العسكرية كيف سيكون رد فعل حليفكم التركي؟ يعني باعتقادي اليوم الأتراك أخذوا الموقف ويعني موجودين الآن هم موجودون الآن على الأرض وباعتقادي أن التصعيد الروسي أعتقد ربما يؤدي إلى انخراط أكثر من بعض الأطراف الأخرى وأنا باعتقد أن الآن فرصة تاريخية ربما لا تفوت بأن المعسكر الذي كان يدعم الشعب السوري لوجود مصالح مع بعضها يعني المعسكر الآخر أنت تعلمه جيدا كلهم كل المعسكر أن يعملوا مع بعض بتنسيق عالي مع تحييد الملفات الخلافية من أجل هزيمة إيران ونظام بشار الأسد ومحاولة التفاهم مع الروس لوضع حل يريح المنطقة من هذه الأنظمة الإجرامية أقصد إيران وبشار الأسد وروسيا شكرا جزيلا لك دكتور نصر الحريري رئيس هيئة التفاوض لقوى الثورة والمعارضة السورية على وجود أكمانا في مواجهة لهذه الألم نهاية المواجهة لليوم مواجهة جديدة مع ضيف جديد الأسبوع المقبل اشتركوا في القناة